السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة موعدنا مع اختبار على الوحدة الرابعة للصف الخامس الابتدائي منهج connect 5 سنبدأ مع بعض السؤال الأول في الاختبار listen and circle the correct answer from A, B, C or D هو سؤال الاستماع يفضل في سؤال الاستماع ان انا اقرأ الاسئلة قبل ما استمع للفقرة شان ابقى عارف ان اركز على ايه في الفقرة بالضبط طيب نقرأ مع بعض نمبر 1 tourism gives نقط to local people اعطيني هنا في الاختبارات books money prices jobs نمبر 2 tourism helps people learn about new نقط clothes food cultures festivals نمبر 3 sometimes tourism damages the natural environment museums monuments monuments energy نمبر 4 tourism creates too much carbon dioxide from not journeys core pass plane terrain في بعض الناس بيقول لك والله الفقرة دي نعرفها وابتدي حل بقى لا برضو حتى لو الفقرة موجودة في كتاب المدرسة وحارف اجاباتها ده سؤال استماع خسارا ضيع اي درجات سؤال مضمون فانت استمع برضو للفقرة زاني وكي وتأكد من اجاباتك ممكن يكون في عندك كده مسلا معلومة معلومة غلط ولا حي يبقى ده سؤال استماع يبقى نخلي للإستماع فقط نستمع للفقرة ونختار حسب الإستماع نسمع مع بعض فقرة بتقول توريزم is very important to many countries it gives jobs for local people توريزم helps people to learn about new cultures sometimes it damages the natural environment it creates too much carbon dioxide from plane journeys زي ما تشايفين فقرة سهلة جدا نبتد بقى نختار number one هنختار طبعا jobs jobs يبقى هنا السياحة توفر وظائف للثكان المحليين number two طبعا اكيد كلنا عارفين خلاص هنختار cultures cultures يعني ثقافات ان السياحة بتساعد الناس يتعلموا ثقافات جديدة number three طبعا هنختار كلمة environment البيئة أحيانا السياحة بتتلف البيئة الطبيعية وبتدمرها number four طبعا هنختار كلمة plane يعني السياحة كي بتؤدي إلى الكثير من ثاني أكسيد الكربون تنتج الكثير من ثاني أكسيد الكربون خاصة من الرحلات الخاصة بالطائرات plane journeys سؤال التالي choose the correct answer from a b c or d طبعا ده السؤال الخاص بالاختيارات وده قائم على الترجمة لو انت حافظ كل الكلمات اللي عليك في المنهج okay right وبتعرف تترجم كويس السؤال ده بالنسبة لك هيعتبر very easy سهل جدا number one there are a lot of coral not in the red sea يعطيني هنا falls okay zero يعني يوجد a lot of كثير من الكورا كلنا أول ما بنشوف كورا على طول بنختار لي لأن دي كلمة كلمة ثابتة يعني شعاب مرجانية okay يبقى يوجد الكثير من الشعاب المرجانية in the red sea في البحر الأحمر يبقى ما ننسي الشعاب مرجانية اسمها coral reefs number two ecotourism helps to protect that pollution wild life gases journey نمشي خطوة خطوة ecotourism هي حبيئية helps to protect بتحمي يبقى بتحمي ايه اكيد بتحمي الحياة البرية wild life number three ecotouristis not in small hotels share stay listen run طيب نمشي برضو انترجم خطوة خطوة ecotouristis سياح بيئيين ان يعني في small hotels small hotels يعني فنادق صغيرة يبقى عايز اقول ان هما بيقيموا في الفنادق الصغيرة دي يبقى فعل stay stay ان يقيم في small hotels number four بيقول لي نقط helps people to learn about culture يتار امين tourism wildlife pollution diving او اللي بيساعد الناس ان يتعلم الثقافة هي السيحة tourism السؤال التالي بيقول لي read and complete the text with the words in the box يبقى انا هكمل الفقرة بالكلمات الاتية niil museum الفنتين nobles island نرى الفقرة كويس i am sami i am on نقط island اركزوا معي انا عندي كلمة island اجهل اول اروح حاطث كلمة niil هقول niil island جزيرة النيل museum island جزيرة المتحف الفنتين island او الله الفنتين island جزيرة الفنتين يبقى انا موجود على جزيرة الفنتين يبقى number one هنختار الفنتين i am sami i am on the elfantine island it's in aswan موجودة في aswan i arrived yesterday انا وصلت بالامس there are lots of things to do and see يوجد اشياء كثيرة نفعلها ونراها i want to go to the aswan not today aswan niil ينفع قولة aswan niil ولا aswan museum ولا aswan nobles ولا aswan island اكيد طبعا aswan museum متحف aswan انا ذهبت الى aswan museum today i wanted to go for walks i want to walk to the tombs of nobles tombs of nobles مقابر النبلاء واريد الذهاب الى مقابر النبلاء ايضا السؤال التالي read the text and answer the question طبعا زي ما تشايفين الفقرة هنا تتكلم عن طابا طابا منتجع سياحي مشهور جدا طابا 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 La الطابين طابين الطابين طابين طابين or talk to them. خلي بالكم هنا دي بتعود على مين? ركزوا كده. كان يقدروا يتناولوا معهم وقبة. مع مين? يقدروا يكلموهم. عن ثقافاتهم. سؤال الاول. بيقول لي نقطة طابقة. ممكن يستمتعوا بايه في طابقة? طبعا نرجع للفقرة. هنلاحظ ان هما بيستمتعوا بالبيئة الموجودة في طابقة. هنا كلمة اللي احنا كنا متكلم عليها من شوية. كلمة اللي تحتها خط يعني بتشير الى. بتشير لمين? ولا 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 هما كانوا يقدروا يكلموهم. ويتكلموا معهم عن الثقافة. يقدروا يكلموا السكان المحليين. يبقى سؤال سهل جدا. يعني اين? طابقة. اي طابقة دي فين? ارجع للفقرة وما تخترعش من دماغك ولا اي حاجة. كل حاجة موجودة عندك في الفقرة. يبقى هقول له كده انها في مصر. يعني ما او ماذا? يعني تجد في طابقة. حاجات كثيرة جدا. طبعا ناخدها من الفقرة. في عندنا في عندنا في عندنا في عندنا سي. في كل الحاجات دي ممكن نلاقيها في طابقة. يبقى وطبعا اللي عايز اضيف الفانتاستيك وايل دي لايف برضو جميلة. السؤال التالي سؤال الترتيب. هنركز مع بعض. في عندنا كلمة وكورل وار وذير وريد سي وذاء وان. عايز ابدأ بذير. ذير يعني يوجد دايما يجي بعدها يا ايز يا اور. لو جي بعدها ايز يبقى اسم مفرد. لو جي بعدها ار يبقى اسم جامع. هنا في عندنا ارها. ذير ار يعني يوجد. اجيب الاسم للجامع بقى كورل ريفز. يوجد شعاب مورجانية. ودايما لما تلاقوا مكان خلوه في اخر الجملة. او وقت اخليه في اخر الجملة. يبقى ذير ار كورل ريفز كورل ريفز. فين? ان. زي ريد سي في البحر الاحمر. نمبر تو. هنبدأ بالفانتين. طبعا ما هي اسمهاش الفانتين بس اسمها الفانتين ايلاند. جزيرة الفانتين. يبقى انا هبدأ بي الفانتين ايلاند او جزيرة الفانتين. فين الفعل اللي بقى عندنا ايز يعني بتكون طيب بصوا معاه في التعبير اللي جيدة. فول اف مملوء بي. يبقى الفانتين ايلاند ايز فول اف هستري. مليئة بالتاريخ. بعد كده عندنا سؤال تصحيح الاخطاء. وركزوا معايا في ملحوظات مهمة جدا نخلي بالكم منها. اول ملحوظة اول ما تلاقوا فير بتو بي اللي هو واز او وير. لازم يجي بعديه فعل مضاف له اي ان جي. لان الفعل ده بيكون فعل مستمر. والعكس لو لقينا الاي ان جي. يبقى يجي قبلها فير بتو بي. تمام. كويس جدا. تاني حاجة بقى لما تلاقوا معايا التعبير اللي جايدة. يبقى لازم نستخدم زمن الماضي المستمر. اللي هو عباره عن واز او وير. وفعل مضاف له اي ان جي. جملة الاولة سهلة. بيقولي اي واز في عندنا واز او يبقى دو دي ندف لها اي ان جي. تبقى دوينج. معناها كنت باعمل الواجب بتاعي. هنا بيقولي او في عندنا الاي ان جي. يبقى بلها فيربي ايه. فيربي تو بي. طب يو تاخد ايه. تاخد وير. وات وير يو دوينج. ماذا كنت تفعل. السؤال اللي بعد كده. السؤال العلامات التركيم او. اول حاجة في علامات التركيم لازم تبصوا على الاول والاخر. ده اهم حاجة. اول الجملة لازم يبقى حرف في الاخر يبقى نقطة. لو سؤال يبقى لازم تركيزه على الحاجات دي في الاول خلص. طيب هنا عندنا كلمة اول حرف في جهة. طيب في الاخر في عندنا الفلسطوب موجودة. تمام. مفيش اي مشكلة. ابتدى بص باق قوة الجملة. يطر محتاجة. حروف كابتل. يطر محتاجة كما. يطر محتاجة ابوستروف. هنا بيقولي. ايجيبت ده اسم بلد يبدأ بحرف كابتل برضو. يبقى ايكوتورازم او السياحة البيئية. في ناس كتيرة بتكره السياحة البيئية وبتكره الوحدة دي كلها. بتقولي الباراغرافات بتاعتها صعبة. هي مش صعبة ولا اي حاجة. وعممنا انا اعملكم فيديو مستقل عن كتابة الباراغرافات في الوحدة الرابعة بطريقة سهلة وبسيطة. تقدروا طبعا تدخلوا القناة وتشوفوا الفيديو هتستفيدوا منه جدا. وهتلاقوا ان الباراغرافات مش صعبة ولا اي حاجة. طيب نشوف بقى عن الايكوتورازم. في البداية هابتدي اوصف الايكوتورازم انها مهمة. يبقى السياحة البيئية مهمة. وظفتها قلت عليها ايكوتورازم. طيب بتعتني بايه? بتعتني بالبيئة. يبقى هي بتعتني بالبيئة. طيب بتساعد مين السكان المحليين وبتساعد الحياة البرية. بقى انا هعمل جملتين ها. هبدأ بيه? يعني هي تساعد في حماية الحياة البرية. هعمل جملة تانية بيت هالبس. يبقى وتساعد السكان المحليين. بعد كده هبتدي اتكلم عن الايكوتورازم او السياح البيئيين. دولة طبعا مش بيسافروا بالطيارة. يبقى ايكوتورازم ترافل باي بلين. طب بيسافروا بايه بالقطار. يبقى ايكوتورازم ترافل بايه بالطبع ايكوتورازم. هذا الى نهاية الفيديو. اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بالفيديو واستفدتم منه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة اولا باول. ولو عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل لايك وتشير للفيديو. اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته